الرعية التنموية لدولة الكويت تتجلى في أبهى صورة لها من خلال مشاريع الصيانة الجذرية للبنية التحتية وشبكة الطرق في البلاد والتي دخلت حيز التنفيذ بواقع ثمانية عشر عقدا جديدا ستنفذ من خلال شركات محلية وخليجية وعربية وعالمية على طريق تحقيق ركيزة بنية تحتية متطورة التي جاءت ضمن الخطة التنموية كويت جديدة ودعما لرؤية تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري وعالمي وزارة الأشغال العامة تقود قطار الرؤية التنموية في البلاد من بوابة مشاريع صيانة الطرق الحالية وإنشاء الجديدة تحقيقا لركيزة بنية تحتية متطورة وذلك من خلال ثمانية عشر عقدا للصيانة الجذرية للطرق الرئيسية والسريعة والداخلية في كافة محافظات البلاد وزارة الأشغال العامة اليوم تقود قاطرة التنمية في البلاد بقوة وإن شاء الله في ضل الاشتراطات التي وضعناها على المقاولين خلال هذه العقود سوف نظم إن شاء الله جودة التنفيذ هذه الأعمال إن شاء الله الكويت اليوم كويت جديدة إن شاء الله وزارة التعامة طويت الصفحة الماضية اليوم إحنا في مرحلة جديدة إن شاء الله رح نشاهد إن شاء الله على مستوى الاشتراطات القادمة نقلة نوعية على مستوى الطرق في دولة الكويت منظومة تنموية متكاملة تعمل من خلالها وزارة الأشغال العامة مترجمة بذلك خارطة الطريق التي أتى بها مجلس الوزراء على صعيد تسريع المشاريع التنموية في البلاد تحقيقا لرؤية كويت جديدة الجمهورية التركية تساهم في إنجاز المشاريع التنموية المتمثلة في تطوير شبكة الطرق في البلاد من بوابة وزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع شركات تركية مساهمة في تنمية المستدامة وهذا يترجم العلاقات الوطيدة بين تركيا والكويت على مختلف الأصعدة لسيما التنموية منها واليوم نشهد توقيع عقود لشركات تركية بالتعاون مع وزارة الأشغال لصيانة شبكة الطرق في دولة الكويت 18 عقد من خلال 6 محافظات وطرق سريعة لدولة الكويت ستغطي هذه العقود إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة لا شك أن هذه العقود تم تحسين المواصفات وتم تشديد الرقابة على هذه العقود من خلال المعدات من خلال المختبرات المحايدة ومن خلال كذلك المركز الحكومي من خلال المواد المستخدمة في هذه العقود الحمد لله تغطينا جميع الجوانب التي تتعلق في المواصفات الإسفلتية وكل أعمال الطرق بشكل 5 مليار تعلق في أعمال البنية التحتية في إنشاء شبكة طرق حديثة وآمنة تتعلق في المناطق الإسكانية الحديثة والطرق الأقليمية وكذلك السكك الحديث فأعتقد أن هذه خطة شاملة خلال الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله المواصفات العالمية المعتمدة العنوان الأكبر في مشاريع البنية التحتية وشبكة الطرق الحديثة في البلاد ضماناً للجودة الكاملة في طبقات الإسفلت وتحقيقاً للأمان والسلامة المرورية وصولاً إلى بنية تحتية متطورة فهد التركي قناة الأخبار ترجمة نانسي قنقر